المراهق والثقة بالنفس تأتي مرحلة المراهقة كواحدة من أكثر الفترات المحيرة على مدار العمر فالمراهق تظهر عليها علامات الرجولة لكن ما لا يعلمه الآباء أن مخ المراهق لم يصل إلى مرحلة النطج بعد فقد حددت الدراسات أن اكتمال نطج المخ تماما يكون مع انتهاء العام العشرين من عمره والمخ هو آخر أعضاء الجسم من حيث اكتمال النطج صحيح أن هناك أجزاء كثيرة من المخ تندق في عمر التفولة والمراهقة لكننا هنا نتحدث عن النطج التام ولذلك يرى علماء النفس أن حالة المراهق تشبه إلى حد كبير السائق الجديد الذي لديه فرامل قوية ولكنه لا يجيد استخدامها الآباء هنا هم المنوط بهم كبح الجماح والتحكم في الفرامل اترك المراهق يقود لكن احرسي على عدم رفع قدمه عن الفرامل حتى هذه النصيحة تعني بأن الأم تحد من حرية المراهق من وجهة نظره ومن هنا يتشكك في قدراتي وتنخفض لدي ثقته ونفسه وربما يفقد هذه الثقة تماما وهنا لا يجب أن نتركه يصل لهذه المرحلة فكيف نشحل ندي الثقة بالنفس ونضعه على الطريق الصحيح أولا عليك التحلي بالصبر في دراسة أجريت مؤخرا وجد أن سبب تسرع واتراب المراهق يكمن في علمه المسبق بأن الكبار لا يتحلون بالصبر ولن ينتظروا منه التجريب لأقصر من مرة ربما تكون هذه الحقيقة واضحة لدى جميع الأبناء وخاصة عندما نطلب من المراهق الإجابة على سؤال معين في مجال الدراسة فيقوم بكتابة الإجابة بطريقة مسرعة أشبه بالهرولة ونلاحظ في هذه الحالة أن عينيه لم تنزل عن والديه هو يعلم درجة الاستعجال والتسرع لدى الكبار ومن ثم يحاول قدر جهده أن يواكب هذه السرعة فيقع في الخطأ فتنعدم ثقته بنفسه ليكن لدينا حرص شديد على التحلي بالصبر وأن نبعث برسائل طمأنة للمراهق بأنه مسموح له التجريب والمحاولة لأكثر من مرة ليس هذا في حزب بل لابد أن يفهم أن هذه المحاولات المتقررة أمر طبيعي للغاية ولا تنقص من قدره شيئا أيضا البحث عن نقاط القوة مهم جدا بالنسبة للمراهق من أهم الطرق التي تدعم لديه الثقة بالنفس أن يشعر بأنه مميز في جانب معين دون غيره وحتى الكبار تزداد لديهم الثقة بالنفس كلما أجادوا استخدام مراكز القوة لديهم ولهذا السبب لابد أن نبحث عند المراهق عن المهارات والقدرات الفائقة الموجودة لديهم لا تقولي بأن طفلك ليس لديه موهبة أو قدرة معينة فحتما هناك ما يميز عن غيري ومهمتك الكشف عن نقاط قوتي ربما تكون موهبته في الرسم أو الكتاب أو إلقاء الشعر أو يكون لديه القدرة على حل المسائل الرياضية المعقدة أو يكون مهارة في لعبة معينة امدحي مهارته وسعدي على تنميتها وممارستها إذا لم يكن لديه نقاط قوة واضحة فربما يكون لديه قدرات أو صفات تميز مثل قدرتي على التفاعل اجتماعيا أو موهبته في حل المشاكل فربما يكون صاحب رأي سديد أو يكون لديه صفة شخصية مثل الإيثار والرغبة في مساعدة الآخر أو حبه للتبرع بوقته في الأنشطة الخيرية حتما هناك ما يميزه ومن ثم يستحق أن تذكر نقاط قواته كلما سنحت الفرصة وخاصة أمام الغرباء والأقارب والمعارف العائلة فهذه الطريقة تعمل بشدة على تمكن صفة الثقة بالنفس لدى المراهج فليس هناك أفضل من شعوره بأنه إيجابي في المجتمع لزرع هذه الصفة بداخله ومن الضروري للغاية تعليم المراهج صفة المصابرة والإصرار على تحقيق الهدف لا بد أن يتعلم أن الإخفاق لا يعني التخلي عن الأهداف التي رسمها مسبقا اعطي له المزيد من الأمثلة في حياتك والتي استطعت خلالها تحقيق النجاح بعد محاولات عديدة معظم النجاحات الكبيرة لا تتحقق من المرة الأولى هذا ما يجب أن يستقر في ذهنه سوف يتعلم المراهج الإصرار إذا كانت طريقتك صحيحة نقول ذلك لأن معظم الآباء يصبون جام خضابهم على المراهج عندما يخطئ ومن هنا تتدهور لديه صفة الثقة بالنفس حيث يعتقد أن الجميع ينجح وهو فقط الذي يلازمه الفشل أما التربية الزكية تستغل هذا الفشل لزرع الثقة بالنفس داخل هذا المراهج فكيف يحدث ذلك؟ فور التحقق من فشله في أمر معين لابد أن نتحدث إليه في هدوء شديد محاولين الوصول معه إلى أسباب الإخفاق لتكون واضحة أمامه بعد ذلك نناقش معه أيضاً الدروس المستفادة من هذا الفشل ونكتب هذه الدروس أمامه أيضاً الخطوة التالية تتمثل في طرح السؤال التالي وماذا علينا أن نفعل في المحاولة القادمة لكي نحقق النجاح؟ هنا تحدثنا عن تقرال المحاولة كأمر طبيعي وليس كارثة كما يتوهم الآباء هنا يترسخ لدى المراهج أن الفشل مرة ما هو إلا حلقة واحدة فقط في سلسلة النجاح أو هي خطوة لا يجب أن تسنيه عن عزمه أو تضعف من إرادته ولن تنال من ثقته في نفسه هي مجرد جرس إنزار مهمة التنبيه فقط وسوف يظل واثقاً من قدراته كما أن المواقف الحياتية هي التطبيق العملي للتربية والأساليب النظرية التي نتبعها مع الأبناء ولأنها خبرة عملية فإن تأثيرها على الأبناء يكون قوياً ومؤثراً للغاية فموقف واحد فقط يتعلم منه المراهج أفضل من مئات المحاضرات النظرية ولذلك مطلوب منك منذ الصغر وضع التفل عن قصد في مواقف تعزز من ثقته بنفسه بالنسبة للطفل بعد التصوق قومي بتسليمه الأموال وطلوبه منه أن يحاسب الكشير يبدو هذا التصرف طبيعياً بالنسبة للمراهج لكن تكليف المراهج بمهام أكبر يساعده على التمكن من صفة الثقة بالنفس اعتمدي علي في حمل مبلغ من المال مثلاً عند الخروج في صحبتي من البنك قللي من تصلتك على تصرفاتي اتركي له العنان كي يختار ملابسه وديكور وألوان غرفته مارسي أمامه مهارات الثقة بالنفس مثل النظر في عين محدسيك والدخول إلى مجتمع من الناس ورأسك مرفوع وابتسامتك تملأ وجهك مع إلقاء التحية على الجميع أما النقطة الأخيرة والأقصر أهمية اطلبي رأيه المراهج لم يعد هذا الطفل المدلل الذي ترتسم صورة الطفولية في ذهنك لابد أن تنتبهي لهذه النقطة جيداً لأن معظم الأمهات تنسى هذه النقطة المراهج الآن أصبح لديه فكر ورؤية ويستطيع المشاركة في المنقاشات الأسرية ولو بقدر ضئيل دائماً اجعليه في حساباتك واطلبي رأيه كي يشعر بقيمتي ومن ثم تتأصل لدي صفة الثقة بالنفس وتقدير الذات تعمدي التعرف على رأيي في الأمور اليومية ولكن يجب أن تظهري جديتك واهتمامك عند طلب وجهة نظره في أي موضوع يخص الأسرة أو يخصه هو ابدأي بالقول من وجهة نظري في أني أرى كذا ثم توجهي إلي وسأليه عن رأيه وناقشي أسبابه وفنديها وحاولي حسه على تقديم المزيد من الاقتراحات التي تدعم موقفه ليس هناك أفضل من هذه الطريقة لتربية رجل يعتز بنفسه ويسك في قدراته الثقة بالنفس هي الأساس لأي عمل نجح لذا يصبح لزيمن عليك محاولة غرسها لدى المراهج بكافة الطرق والوسائل اشتركوا في القناة